السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن معلومة سريعة كده عن البنسلين هل هو علاج سحري ولا سم قاتل للارانب اولا البنسلين ده مضاد حيوي الناس كتير بيستخدموا في علاج الارانب من امراض كتير منها مثلا الخراريج او المشاكل التنفسية وانا شخصيا جدمت فيديو قبل كده كنا بنستخدم فيه البنسلين في علاج بلالفم في الحالات المتقدمة طيب ايه الخطورة اللي ممكن تكون من البنسلين وليه فيه ناس بتحذر منه تعال نشوف مع بعض اللي هقوله ده عنه لحظة شخصية ليا وعن حاجة انا لحظتها في انبول البنسلين او فيل البنسلين لو فيه اي حد عنده مشكلة تامي مع البنسلين غير اللي هحكيها ديه يريد فدنا بيها في التعليقات تمام اي انبول او فيل بيحتوي على مادة مخصصة للحجن سواء كانت بشرة او بطري الفتحة بتاعته من فوق بيكون فيها قطعة مطلات قطعة المطلات ديه من خلالها ممكن تدخل سن الابرة ويتعامل مع المادة لداخل الفيل او الانبول سواء كانت بودر بنحلها بالمية او بالسائل المخصص لكده ولو كان السائل بنصحفها على طول وبعد كده نحجم بيها من خلال الابرة اي انبول او فيل استخدمته كان بيحتوي على مادة الحدم كانت قطعة المطلات ديه بتبقى طرية وسهلة الاختراق سواء بالابرة او سواء بقطعة البلاستيك اللي بتركب فيها الابرة بتاعت السرينجة لكن فيما يخصت بنصرين قطعة المطلات ديه لحص انها قوية جدا وصعب جدا ان اختراقها الا بالابرة فانا ماكنتش فاهم وجلت ده هيبجى عاية في الاستخدام معا فأنا أصريت أن أدخل قطعة البلاستيك اللي بتركب فيها سن الإبرة اللي هو بشكل ده داخل قطعة المطاط عشان نجد عندي القدرة أن أسحب كمية كبيرة من المضاد الحيوي بسهولة من غير منتظر وفعلا جدرت أن أدخل قطعة دي داخل قطعة المطاط بصعوبة وبعد معافرة يعني لكن اللي حصل بعد كده كان فيه مشكلة كبيرة اللي حصل بعد كده بعد فترة أن لما بدأت أحجوا أن الأرنب المصابة مثلا ببرد عندها مشكلة عاوزة حلها لحصت أن الأرنب بتتضر أكتر من استفاد يعني لو أرنب صغير عنده زكام أو عنده برد أو عنده بلل في الفم لحصت أن لما بحجوا أنه بالمضاد الحيوي حالته تتأخر خالص وممكن نوصل حالة الشلل والأرنب بيموت مني يعني ولو أرنب كبير كان ممكن برضه يتأثر وممكن نوصل للشلل أو يموت أو بعض الأرنب كان ممكن تعدي وما نحصش الموضوع عشان الأرنب الكبير للقدرة أنه يتحمل عن الأرنب الصغير اللي حصت في الآخر بدأت أحجون كورتزون عشان يخفف التأثير وعرف تنقص حياتي يعني لكن في الأساس البنسلين بدل ما كان مضاد حيوي قوي وبيفيدني مع الأرنب أصبح مادة سامة وبتأزي الأرنب طيب إيه اللي حصل اللي حصل بعد كده أن ربط ما بين اللي عملته في البنسلين وإزاي أن أصريت أن دخل قطعة البلاستيك دية بالعافية داخل قطعة المطاط بتاعت البنسلين وعرفت أن قطعة المطاط دية مش معمولة قوية عبسا ولا حاية كده والسلام قطعة المطاط دية معمولة قوية عشان تحافظ على المادة بتاعت البنسلين داخل الفايل من غير أي تلوث ومن غير أي تصرب للهواة داخل البنسلين عشان تحافظ على مادة البنسلين من التحلل بالإضافة أنك إذا تسحب البنسلين بالإبرة بس من داخل الفايل فيه كمية بنسلين بتتصرب وبتعمل زي مادة شمعية كده او غطة على الفتحة بتاعت البنسلين في السدة فدي بتحافظ اكتر على البنسلين داخل الفيل فمع وجود الفتحة الكبيرة انا عملتها بقدرة البلاستيك بتاعت السرينجة الكمية البنسلين دي ما كانتش تسد الفتحة بشكل كافي وبالتالي كان يحصل تصرب وتلوس المادة اللي داخل الفيل في ريتي يا معا لما استخدم البنسلين تاني مرة هنراعي الجزئية دي ولو احنا هنعالش كمية صغيرة من اراب او عادة صغيرة من اراب يريد نجيب فيا صغير بحيث ان احنا قدر الامكان نستخدمه مرة واحدة ومنعوزش نخلي منه كمية تاني للاستخدام وعموما البنسلين مادة ممتاز جدا لعلاج امراض كتير جدا وهو مفوش اي مشكلة لو احنا استخدمناها صح واتمنى ان يكون الفيديو ده اعجبكم وانه كنتكونوا استفدتم منه ما تنسوش لايك الفيديو وسبسكرايب القناة لو انت مش مشترك معنا ولو ليك اي استفسار حاولين الفيديو ده او حاولين تربط ارامي بشكل عام او ليك تجربة خاصة مع البنسلين تحب تشاركها معنا يريد تسيب لنا بها كومنت او تعليق تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة